طيب برضو في موضوع تاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم وهو اكرم توفيق اكرم توفيق ومحمد هاني وده انا لاحظته خلال الكام يوم اللي فاتوا من مباراة التراجي اللي فاتت مش بتاعت مبارح اللي قبلها ان الناس كلها دلوقتي بتحاول تقول ان يعني اكرم توفيق بقى هو اللي يلعب وهو اللي يعمل طبعا انا متأكد وعارف ان اللي بيرمي هذا الكلام هو بعض من لاه يشجع نادي قالي ورايحين في الاتجاه ده عشان يعملوا اي فتنة تتعامل خلال هذه الفترة ولكن الحقيقة ايه المشكلة والنهاردة انا عندي في الجزء الاخير في هذه الحلقة كابتن احمد صديق واحد من اللاعبين الكبار اللي لعبوا في الباكرايت تحديدا نسأله عن هذا الموضوع ايه المشكلة ما يبقى عندي باكرايت واثنين وثلاثة في نادي كبير زي النادي الاهلي ايه المشكلة ما يبقى عندي محمد هاني واكرم توفيق على لغم ان ده مش مكان اكرم توفيق بالمناسبة ولكن ايه المشكلة هي هل في مشكلة ان انا يبقى عندي اكتر من لاعب كويس بلاش في الباكرايت اكتر من لاعب كويس في كل الاماكن اللي موجودة في النادي الاهلي وبالمناسبة ده اللي بتسعى لي دايما لجنة التخطيط داخل النادي الاهلي ان هي كابتن خطيب و لجنة التخطيط دايما بيسعوا لكده انه يبقى في بدل اللاعب اتنين وثلاثة لان احنا عندنا اصابات ما محمد هاني تصاب ما هو لو ما كانش اللي قدر يعني ربنا يبعد عن كل اللاعبين ولكن لو ما كانش محمد هاني تصاب ما كانش اكرم لعب وبان بهذا الشكل وبان بهذا المنظر ممكن يغير في تفكير الجهاز الفني و لجنة التخطيط خلال الفترة اللي جاية في حاجات كتيرة جدا الموضوع ده لكن ايه المشكلة لما يبقى عندك محمد هاني واكرم توفيق محدش يخش في المنطقة دي المنطقة دي صعبة لان المنطقة دي الحقيقة محمد هاني بالمناسبة واحد من افضل اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا المكان اكرم توفيق في المطشين دول لا لعب جامد جدا في هذا المكان محتاج شوية يعني تعديلات بسيطة جدا اعتقد ان بيتسو هيقولهالو ولكن الاتنين كويسين الاتنين يقدروا يلعبوا النهاردة محمد هاني بكرة اكرم بعده محمد بعده اكرم هذه هي كرة القدم وهذه هي الحياة هي دي الدنيا دايما بتبقى ماشية في هذا الاتجاه فطبعا كل التوفيق سواء لمحمد هاني او الاكرم توفيق اي حد او الناحة التانية علي معلول ومحمود وحيد وايمن اشرف اي واحد فيهم بيلعب بيؤدي الحمد لله حتى كوكا وهو احمد حسن كوكا الصغير اللي بيلعب في نص الملعب لعبوه باكليفت لما كانوا تلاتة مصابين فالحقيقة الامور ماشية وماشية بشكل جيد جدا مش عايزين حد يخش في هذا الاتجاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة